اخواني اخواتي السلام عليكم ومرحبا بكم اخرى على قناتكم البيتكوين الداريجة معنا الفريم دي البيتكوين على الاربع ساعات كما كتلاحظوا اخواني اخواتي كانت عنها الصعود القوي وما بعد كان عنها الحركة اللي تكلمنا عليها كانت حركة صحيحية قبل ما نبدأ دي الفيديو كين الفيديو دي البارح يلا دخلتي تفرشي فيه عطيت بزاف دي العملات اللي انا يشتريت منهم البارح وكين منهم عملات اللي داروا ارباح جيدة انا هنورك ان شاء الله هاد الاربع هادي منهم عنا هاد الـ XYO تكلمت عليها البارح وكينما كتلاحظوا يلا جي نقصنا غير من اليوم ان شاء الحقها دي الاربع حقها تقريبا 30% دي الاربع تكلمين عليها في الصباح كنا مازالين في هاد المنطقة هادي كينما قلت لكم هاد الفيديو هادو تكلمت عليها وتكلمت ايضا على باد العونة الاخرين هراجعوا اليوم ان شاء الله وكينما كتلاحظوا فالان كنت صحيح هذا حاجة عادية والان ارجعوا للبيتكوين اخواني اخواتي البارح تحددنا وقلنا هاد المنطقة هادي هاد المنطقة دي الـ 16300 دولار يعني احنا في هاد الايام المقبلة النات 3 ايام غادا الجمعة ان شاء الله وعطلت اخي الاسبوع يعني ما كانت سوقعوش واحد الكراش يعني تقولوا يعني الماركسيس غادي يكون هادئ وربما يكونوا تحركات الى الاعلى او الى الاسفل ولكن شيء امغي نحدده لك يلا كان هنا نزول للبيتكوين فهذا يعني غالب الظن هيكون انه واحد صحيح الى الاعلى خصوصا غادا ان شاء الله لنتكلمين علي هادئ منطقة دعم قوية فلهذا اخواني اخواتي يلا كان شي نزول واحد خاصة يستغل فرصة اخواني اخواتي انا فقط كنقول لكم الرأي ديالي انا هاكا كنفكر وهذا غدا ان شاء الله استراتيجية ديالي والان مشين نشوفو العملة اللي بغنا نتكلمو عليها معانا الفريم دي الاربع ساعات بالنسبة لالالسي اكس اخواني اخواتي في الفيديو دي البرح تكلمت عليها ايضا باناني ايضا خديت معدل عملة دا لماذا هنشوفو عليش الى لاحظة في الفريم دي الاربع ساعات كان عنا النزول قاوي وبعدها وبعدها وصلنا لهذا تقريب الالتايم لو كان ايضا هناك يعني ارتفاعات ولكن الان نتوى داول ايضا فهذا المنطقة هذه هي منطقة دعم قاوية فكما كتلاحظو كان عنا اختراق ولكن اختراق كان كاذب وبعد رجعنا كان داوله فوق هذا المنطقة هذه يعني تقريبا 16.50 فهي منطقة دعم قاوية فلهذا اخواني اخواتي كما كتلاحظو كان عنا الاختراق كاذب وبعد رجعنا كان داوله فوق هذا المنطقة هذه 16.50 دولار وانا بالنسبة لي ترقوبات ان شاء الله في الاربع وعشرين ساعة القديمة يكون عنا واحد الصعود وانا بالنسبة لي الصعود هيكون تقريبا المنطقة 23.80 دولار اخواني اخواتي كما كتلاحظو فهذا المنطقة هذه فهذا الفولوم قوي يعني هنا غادي يكون واحد صد مانيح لهذه العملة يعني غالبا اننا في هذه المنطقة هذه نعود رجعه حتى ساعة يكون عنا شيء اخر ربما ايضا نشاهده واحد طلوع الى هذه المنطقة وانا بعد يكون عنا نزل فهذه بنسبة لي ترقوبات ان شاء الله في الطلوع القادم بنسبة الالسي ايكس اخواني اخواتي هذا كان فقط واحد تحديد صغير على العملة الالسي ايكس ونقول لكم فقط ترقوبات ديلي بالنسبة اليومين القادمين اخواني اخواتي شكرا لمشاهدة والفيديو القادم ان شاء الله مع السلام